استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي مرشح مصر لمنصبي مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري للمنصب أكد عبد العاطي خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة كما وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح والبناء على التأييد العربي والإفريقي لذين حظي بهم المرشح المصري دمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الأخرين